بعد ثمانية أشهر على أزمة توقف قروض المؤسسة العامة للإسكان جاء قرار الهيئة العامة لمجلس النواب ليضع الحل على السكة البنك المركزي، جمعية المصارف، وزارتال مالية والشؤون الاجتماعية كلهم معنيون بدراسة ما اتطفق عليه لتبدأ المؤسسة العامة للإسكان بتسيير طلباتها حاكم مصرف لبنان رياض سليمي كان أول من طمأن إلى أن المصرف سيحدد رزمان تحفيزية جديدة للقروض السكنية في العام 2019 على أن يحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق نتمان تشهر وقت لتوقف الإسكان كانت معدل الفويد أوطب كثير من هلأ اليوم الفويد العالمية عاليت، الفويد بالسوق اللبنانية عاليت يعني لها السبب ما نرجع نعيد كل الحسابات نتأكد منها بالتفصيل بأضاق التفاصيل ده حتى نوضع القليات الجديدة نفتح بيب المؤسسة لأستقبل طلبات جديدة ممكن تاخد عملية شهر القلية الجديدة ممكن تكون جديد على صعيد المؤسس العام للإسكان أنه المئة مليار بدأتغطي كل فويد للمواطنين يلي عم يحصلوا على قرد جديد يعني أي مواطن عم يحصل على قرد جديد مفروض ندعم له الفايدة على طيلة فطرة القرد ما فيها ندعمه أول سنة ثاني سنة إلو لا التالتين إلو صارت الفايدة عشرة أو اتناعش بالمية الدعم اللي بده كل مواطن عم يمضي قرد جديد بده يكون الدعم على طيلة فطرة القرد لهذا السبب بده عملية مفوضات مع جمعية المصارف والمصارف التجارية ممكن العملية ما تنجح بس عنا أمل كتير كبير أنه لا بده تنجح في الانتظار مئات الطلبات في أدراج المؤسسة والآلاف أعينهم على قروض سكنية تحل أزمتهم مع الاكتراح الجديد سؤال عن من هم الأولى بالحصول على القروض التي لم تتغير شروط الحصول عليها من تحديد صقف الـ 270 مليون ليرة واستفادة من لا يملك شقة سكنية ومدخوله لا يتعدى عشرة أضعاف الحد الأدنى أي أقل من 4500 دولار وأن لا تتعدى مساحة الشقة المئتين متر وسعرها لا يتجاوز 350 ألف دولار عادة كنا عم نعطي 5000 عائلة لبنانية بالسنة بس كان فيه كتير كروض تانية غيرنا وأجهزة عم تعطي كمان كروض سكنية هالمرة الحصر صار بالمؤسس العمل للإسكان قبل ما نخلص الدراسة النهائية مع المصارف وجمعية المصارف ما فيها نعطي رقم دقيق ولكن منطمح أنه نكون بحدود الـ 4000-4500 ملف بالسنة لا اللي عندهم طلبات قديمة كلها أنجزت بعد فيه اللي علقوا بالمصارف يعني وقت اللي صارت الأزمة في قسم علية بالمصارف قسم رجع مشي كل اللي اللي وصل لعنا أنجزناه اللي هني 1750 ملف أما في بعض الملفات بقيت بالمصارف تقريبا حجمها بحدود الـ 500 إلى الـ 600 ملف هذا أكيد سيكون في لقلون أولوية ونستقبل طلبات جديدة إذا كان توافق الكتل السياسية قد أدى إلى حل لأزمة الإسكان بشقها الأول فأن الشقة المتعلقة بسياسة حكومية إسكانية شاملة يتطلب كمسائر شؤون البلاد والعباد حكومة لتسيير شؤونهم ترجمة نانسي قنقر